فغطى ناشطون بيئيون في مدينة ميلانو الإيطالية سيارة بي أم دابليو لوانها الفنان الأمريكي أندي وارهول في خطوة قالوا إنها ترمي إلى دق نقص الخطر بشأن التغير المناخي وفي العاصمة الفرنسية باريس ألقى نشطاء البيئة اطلاء البرتقالي على تمثال خارجي للفنان الأمريكي تشارز ري لمطالبة الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات قوية تجاه البيئة طلق تجارة زعانف القيرش في هونغ كونغ رواجا من قبل السكان المحليين ولكنها قد تواجه معارضة قوية حيث يتوعد نشطاء البيئة بتقديم لوائح أكثر صرامة خلال اجتماع مؤتمر دولي للحياة البرية في بانما وذلك لوقف هذه التجارة في ولاية فلوريدا الأمريكية وبدلا من وسائل الدفن التقليدية قامت شركة دفن بتأمين هياكل وتوابيت صادقة للبيئة لدفن الأموات تحت الماء لتتحول المقبرة إلى نقطة جذب سياحية لعشاق الغوص قال صاحب الفكرة أن تزايد عدد السكان جعل من الضروري العثور على مواقع دفن بديلة قام فنان تشكيليون برازيلي بتشكيل أكثر من 3000 نسخة طبق الأصل من كأس العالم ليبيعها للسياح ومشجع كرة القدم حيث قام بتصدير نسخه المقلدة المصنوعة يدويا من الجبس إلى 17 دولة في أمريكا وأوروبا بما في ذلك تلك التي سلمها إلى نجوم كرة القدم البرازيليين السابقين مثل بيليه ورونالدينو موسيقى